فضل الشيخ قبل سؤال الأخ عثمان الذي سنضيفه إلى موضوع الميراث الأسهل الذي تحدثتم عنه وهو الزكاة من المأل كاملا قبل القسمة هل يعني يراعى في هذا أن يكون نصيب كل واحد منهم قد بلغ النصاب فعلا ماذا لو كان نصيب كل واحد أن عمل معاملة المال واحد لا و ينظر إلى المال يصبح كأن مالكه واحد لأن اشتراكهم فيه على جهة الشيوع و لذلك تسمى شركة ملك فأما إن تمايزت الحصص و تعرف كل واحد منهم على حصته من هذه التاركة فحينئذ سيضيف ذلك إلى أمواله و ينظر في زكاة نفسه بالنسبة لأخ عثمان سؤاله إذا كانت هذه التاركة أصول مالية و إذا كانت أصول غير مالية و أموال كيف تكون الزكاة؟ هذا يشير إلى العقارات نعم و لا تخلو طبعا التاركة من أن تكون منقولات و عقارات نعم الآن في المنقولات نتحدث و قد حددت حديثي بأنه في المال الذي تجيب فيه الزكاة سواء كان من العقارات أو كان من المنقولات الفارق في التاركات الذي يذكره الفقهاء و الذي عليه الأئمة إلا الإمام أحمد و له قولان الإمام أحمد له قولان فيما يتعلق بالأصول العقارية الآيلة بالإرث أنه لا زكاة فيها ما الذي يقصدونه؟ يقصدونه أنه ليس بمجرد أي لولتها و إن قصد بها الاتجار بعد ذلك أنها تجب فيها الزكاة ففي الحقيقة رجعنا إلى نفس الأصول التي يتحدث عنها علماؤنا فيما يتعلق بالزكاة عروض التجارة أنها لا تصير بالنية فقط و إنما بالفعل جميل فحينما يتجر بها مالكها أما لمجرد أي لولتها إليه فيقال بأنه فإن كان عازما على أن يبيعها أنها تكون عروضا مزكاة تعامل معاملة عروض التجارة لا هذه يكاد يعني الأئمة متفقون عليها لأنها في حكم مال الهبة آيلة بالجبر أو الهبة و يقاس عليها ما يمنح أيضا من الدولة الآن فمن أجل ذلك يختلف وضعها عن سائر عروض التجارة ما كان أصله مشتري أصلا لأجل أن يتجر به لأن هذا قصده من أول الأمر و مارس التجارة بمجرد شرائه أما هذا فلم يمارس تجارة هي آلت إليه هذه العروض فلذلك لا يقال بأن الأصول في هذه الحالة تزكى لمجرد أنه امتلكها أما ما يتعلق بالتركة من الذهب و الفضة و العمولات النقدية النقود لأنها تشترك مع الذهب و الفضة في الثمانية فمن أجل ذلك لا يمكن أن يقال بأنها لا تزكى و امتلاكها الزكاة واجبة في ذاتها في أعيانها ما يقول إليه من مستغلات تجارية أيضا يقال فيه مثل ما يقال في الأموال النقدية ما يتعلق بالثمار و الزروع التي تجب فيها الزكاة يقال فيها لنالي أيضا واجبة فيها في يوم حصادها فلا يمكن أن الزكاة فيها جانبان جانب يتعلق بالذمة و جانب يتعلق بالمال نحى الفقهاء وجهتين منهم من قال هي حق للفقراء في مال الأغنياء و منهم من قال هي حق في الذمة لكن التفريعات الفقهية في حقيقة الأمر عند الفريقين بالتتبع تؤدي إلى نتيجة مفادها أنهم أعملوا الأمرين معا لأن الذي يقول بأنها حق في المال أكثرهم يقولون بأنها تجب على الصبي و المجنون و يلزمونها غير المكلفين و الذي يقول بأنها في الذمة و ليست مجرد أن تكون في المال يقولون بانتقال هذه الصورة التي ذكرناها أولا في تركة الميت فإن كان قد حال عليه أو قارب حولان الحول و لم يخرج زكاة و يفرعون فروعا كثيرة بناء على هذا و منها ما يتعلق بعروض التجارة فالحاصل أني لخصت هذا كله و إلا فأصوله التي بنيت عليها تشمل كل هذه الأصول الآن تفريعا يظهر الفارق في مثل هذه الصور المتعلقة ببعض العقارات الآيلة إلى الورثة أما ما سواها فلا يكاد يظهر فرق بين القولين و لذلك يقال بأن الأموال المزكة التي تجب فيها الزكاة فإن الأعدل فيها هو أن تعامل بمثل التفصيل المتقدم و الله تعالى لنزيد الموضوع تفضيحا الآن هذه العقارات التي آلت إلى الورثة لا تزكى إنما تزكى غلتها إذا كانت مجتمعا إذا كانت مستغلة أصلا إذا كانت مثمرة باستغلال تجاري و عوائدها تأول إلى التركة لأنه شركاء في العوائد بحسب أنصبتهم فصار مصيرها مصير ما تقدم بالوصف الجامع مرحبا ترجمة نانسي قنقر